مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو عن مجمع نيقية وتحت عنوان مجمع نيقية المفتارة عليه من أكثر الأشياء ومن أكثر المحاولات في الطعن في العقيدة المسيحية الرجوع إلى أو اتهام مجمع نيقية بأنه هو الذي اخترع بل هو الذي أقر لهوت المسيح فالعقائد المسيحية كالثلوس والتجسد ولهوت المسيح والتحاد الآب بالابن والروح الإدعاء يقول أنها لم تكن موجودة لكن مجمع نيقية هو الذي أقر هذه العقائد هذا افتراء ومحاولة فاشلة للطعن في العقيدة المسيحية وكأن المسيح لم يعلم عن لهوته وكأن الأنجيل تخلو من تعليم رب يسوع عن نفسه وعن طبيعة شخصه وكأن الرسائل في العهد الجديد سواء الذي كتبها بوتروس أو بوليس أو يحنى أو باقي العهد الجديد تخلو من التأكيد على لهوت المسيح وعلى حقيقة التجسد وعلى حقيقة طبيعة شخص الرب يسوع المسيح في هذه الحلقة سوف أرد على هذه الإدعاءات وأحاول أن أوضح أن العقيدة المسيحية لم يخترعها مجمع نقية ولم يخترعها الآباء الرسوليين لكنها عقيدة متأصلة في كلمة الله وأول من نادى بطبيعة لهوته هو شخص رب يسوع فالتلاميذ لم يخترع لهوت المسيح والكنيسة لم تخترع لهوت المسيح لكن يسوع المسيح هو الذي نادى وعلم عندما تحدث عن نفسه وعندما أظهر طبيعة شخصه هو الذي أكد لنا من هو هذا الشخص العجيب أنه الكلمة الأزلي المتجسد طيب هبدأ بالإدعاء ماذا يقول الإدعاء؟ الإدعاء يقول أن عقيدة الثلوس ولا هوت المسيح لم تكن موجودة قبل مجمع نقية وأن نقية هو الذي أصاغها وبلورها يعني هي كانت عندي يمكن واحد ولا اثنين كده خرفوا خرفوا ونادوا بيها والبعض الآخر كان معارضها وبعدين لما أتوا إلى مجمع نقية مجمع نقية أكد وبلور وأصاغ العقيدة التي كان ينادي بيها واحد ولا اثنين قبل مجمع نقية هذا الكلام بنراه في الفيديو القادم الفيديو اللي بيأكد لنا الفكر الإسلامي عن مجمع نقية فخلينا نشوف الفيديو الأول ونرجع نعلق على هذا الفيديو كتابات الأباء الرسوليين خالية تماما من عقيدة الثلوس خالية تماما من عقيدة الثلوس كتابات الأباء الرسوليين خالية تماما من عقيدة الثلوس طيب اتحفنا تاني كما من عقيدة الثلوس ولا تحتوي على عقيدة التجسد ولهوت المسيح بشكل واضح كما تم النص عليه في عصر المجمع هو بيقول وما فيهاش تعاليم عن التجسد ولهوت المسيح بشكل واضح مين اللي هيأكد او مين اللي هيحكم انه شكل واضح ولا مش شكل واضح فيها ولا ما فيهاش بيعلمه عن التجسد ولهوت المسيح وطبيعة شخص المسيح والثلوس ولا لا هذا ما سوف اناقشه وارد عليه في هذه الحلقة طيب كيف يمكننا ان نجيب على هذا الادعاء افضل طريقة يمكن ان تضحض هذا الادعاء وهو ادعاء غير حقيقي هي اقوال رسول المسيح انا مش هرجع الى اقوال المسيح ولا هرجع الى الانجيل 4 اللي مليانة كلها اشارات واعلانات وتعاليم المسيح نفسه عن وحدته مع الاب عن طبيعته كويس انا هرجع الى تعليم رسول المسيح ويمكن اركز شوية على على بوليس واباء الكنيسة ونرجع الى اباء الكنيسة قبل مجمع نقية بمعنى اذا كان الايمان بلهوت المسيح قد تم اختراعه في مجمع نقية فيكون بداية هذا الايمان المعتقد لاحق وليس سابق للنقية يعني قبل النقية المفروض ما يكونش عندنا هذه التعليم لكن اذا هذه التعليم موجودة قبل مجمع نقية بل موجودة في العهد الجديد نفسه يبقى هذا الادعاء هو مجرد افترة طيب اذا اثبتنا ان الرسل واباء الكنيسة الذين اتوا قبل مجمع نقية كانوا يؤمنون بلهوت المسيح يكون الايمان بلهوت المسيح حقيقة ارتبطت بالايمان المسيحي منذ نشأته ويكون الادعاء مجرد افتراء وكذب واش كده هو المشكلة المشكلة انه هيعد يتلاعب الالفاظ يقولك لم يكن بهذه الوضوح بهذا الوضوح يعني الفيديو اللي انا اتفرج عليه بعد شوية بيحاول يتلاعب الالفاظ انه اه انا مش بقول انه اخترع في مجمع نقية انا بقول انه لم يكن موجود بكثرة قبل مجمع نقية يعني التلاعب بالالفاظ ده نشوف الفيديو قبل ما ابدأ في تعليم العهد الجديد نشوف الفيديو رقم اتنين نحن نقول ان العقائد التي تم اقرارها في المجامع نحن نقول هل ده اسلوب العظمة يعني يعني نحن نحن ده المسلمين يعني المجتمع الاسلامي ولا مجتمع العلماء ولا حضرتك ولا مين ماشي يعني اسلوب التعظيم نحن نقول سكونية في القرنين الرابع والخامس كان لها وجود قبل انعقاد هذه المجالة كويس كويس هنا نقف كان لها ايه وجود قبل مجمع نقية يعني التعاليم عن الثلوس وعن التجسد وعن لهوت المزيع كانت موجودة بس نشوف بقى التلاعب بالالفاظ هيكمل الحديث بتاعه بشكل بانهي طريقة ايه لكن هذا الوجود لم يكن قديما جدا يعني قد لم يكن قديما جدا يعني هل مكانش موجودة عند الرسل هل مكانش موجودة عند تلاميذ الرسل هل مكانش موجودة عند الاباء الاولين تكمل يكون قديما جدا بمعنى أن مجمع نقيا في عام 325 ميلادية كان يناقش قضية لهوت المسيح والمساواة بين الإبن والآب ووحدة الجوهر بين الإبن والآب هذه العقيدة كانت موجودة بالتأكيد عند بعض الآباء قبل انعقاد مجمع نقيا عام 325 ميلادية ولكن نحن نقول أن هذه العقيدة لم تكن قديمة بالقدر الكافي يعني إيه بالقدر الكافي؟ آه كمل لأننا لا نجد في كتابات الآباء الرسوليين وفي كتابات آباء ما قبل نقيا تحديدا في القرنين الثاني والثالث هذه العقيدة بشكل واضح وصريح يعني هو أنا بصراحة مش فاهم موجودة ولا مش موجودة لغبطيني كانوا بيعلموا عنها ولا ما كانوش بيعلموا عنها يعني هو مجرد الطعن وخلاص طيب أنا هبدأ معك من من الرسول بوليس ولو لو أريد أن أبدأ من الأنگيل هبدأ من الأنگيل بس هعمل الأنگيل دي يعني حلقة خاصة بس أنا هبدأ معك من الرسول بوليس من العهد الجديد رسائل العهد الجديد كويس خلينا نشوف في رسائل عهد الجديد يقول بوليس الرسول في رمية واحد من واحد لاربعة بوليس عبد ليسوع المسيح قاليني كده عشان ايه بوليس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله الذي سبق وانجيل الله على فكرة هنا مش الانجيل الذي نزل على المسيح لكن البشارة السارة الخبر السار ان الله افتقد الانسان في شخص يسوع المسيح الذي مات وقام ده الخبر السار المدعو رسولا المفرز لانجيل الله الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه ابن الله الذي سار من نسل داود من جهة الجسد ابن الله موجود قبل ان يصير ابن داود من جهة الجسد فهو الازلي الموجود منذ الازل لكنه دخل الى علمنا في لحظة من اللحظات في التاريخ وهو من جهة الجسد ابن داود وتعينا ابن الله يعني تبرهنا تبرهنا اكد لنا تأكدنا رأينا البرهان العظيم الذي يثبت انه فعلا ابن الله وهو ايه بالقيامة تعينا ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات يسوع المسيح ربنا يسوع المسيح ربنا دا فين دا تب تتكلم على القرن الاول تتكلم على انه رسالة روميا غالبا كتبت سنة تمانية وخمسين تسعة وخمسين في الرنج دا ميلادية في كرونسوس الاولى واصحاح تمانية لكن لنا اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء ونحن به الاب والابن اله واحد ورب واحد اذا انتو بتعبدوا الهين لا مش بنعبد الهين بنعبد الهين واحد له كلمة ازلي وهو روح ازلي لكن هنا العقيدة دي واضحة جدا كرونسوس الاولى اتناشر وعدد تلاتة الى ست لذلك اعرفكم ان ليس احد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع اناثيمة يعني مفيش واحد بيبقى في روح الله حالل فيه ويلعن المسيح او يقول كلمات غير حقيقية عن يسوع المسيح وليس احد يقدر ان يقول يسوع رب محدش يقدر ايضا يقول يسوع رب الا بالروح القدس فانواع مواهب موجودة ولكن روح واحد وانواع خدم موجودة ولكن رب واحد وانواع اعمال موجودة ولكن الله واحد يبقى انا عندي روح واحد وعندي رب واحد وعندي اله واحد الاب والاب والروح الذي يعمل الكل في الكل جبح منين بوليس الرسول دي هتقول لي بوليس اختراعها بوليس لم يخترعها اقرى الأناجيل بكل وضوح اقرى الأناجيل بكل وضوح اقرى عن وحدة الآب والابن واتحاد الآب بالابن بكل وضوح هتلاقيها في العهد جديد فبوليس بينادي بالروح الواحد والرب الواحد والإله الواحد والثلاثة واحد الثلاث موجود وكرونسس الأولى تكتبت من أول الرسالة اللي كتبها رسول بوليس هي أو تسالونيك الأولى واحدة من الاثنين دول وبترجع إلى سنة 48 أو 49 ملادية فإيه عبارت بقى آه هي موجودة لكنها لم تكن قديمة بالقدر الكافي بالقدر الكافي بالنسبة لمن وإيه هو القدر الكافي لو عايزنا نرجع للعهد القديم هنرجع للعهد القديم ونتكلم عن طبيعة الله ونتكلم عن المسية وعن طبيعة المسية وعايز نرجع للعهد الجديد نرجع للعهد الجديد والأنجيل لكن الافترى دون أن يكون هناك برهان على ما تقول ده اسمه كذب كورنسوس الثانية والدي البركة اللي بنسميها البركة الرسولية ومتكررة مرات ومرات ومرات في العهد الجديد نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح الكدس مع جميعكم أمين جابها منين الصيغة دي جابها من العهد الجديد جاب منين الآب والابن والروح الكدس وعمدوهم باسم الآب والابن والروح الكدس متى 28 موجودة موجودة في هتجدها في يوحنة 5 موجودة في يوحنة 14 هتجدها في يوحنة 16 هتجدها في يوحنة 17 هتجدها بكل وضوح في الأنجيل هتجدها في إنجيل متى أصحى 11 نصوص كثيرة في العهد الجديد وبعدين يجي أقولك أه أصلا هي مش موجودة بالقدم الكفاية تسالونيك التانية ماذا تقول تسالونيك التانية وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من رب أن الله اختاركم من البد للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل عمل في كل كلام وعمل صالح عندنا هنا إيه؟ عندنا بتقديس الروح عمل الروح القدس هو أن يقدس المؤمنين بيس؟ وبعدين يكلمني عن ربنا يسوع المسيح مجد ربنا يسوع المسيح وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا كلم عن الروح كلم عن الرب يسوع المسيح بيكلم عن الله الآب بنص واحد أنا مش عارف إيه أوضح من كده ممكن نجيبه غلطي أربعة أربعة إلى ست ولكن لما جاء ملء الزمان يعني هناك وقت عينه الله في خطته أن يدخل فيه الإبن إلى هذا العالم متجسدا ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه ابنه ده موجود قبل أن يرسل ولا غير موجود قبل أن يرسل موجود قبل أن يرسل لأنه أزلي كلمة الله أزلي مع الله أرسل الله ابنه مولودا من إمرأة يعني دخوله للعالم كان من خلال التجسد مولودا تحت النموس وهنا بنجد عقيدة التجسد واضحة جدا زي ما بنجدها في متة وزي ما بنجدها في لؤة بنجدها أيضا هنا أن يسوع المسيح ولد من إمرأة مولودا تحت النموس ولد في اليهودية ولد في من أسرة يهودية مولود تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب بنجد التجسد بنجد ابن الله يسوع المسيح بنجد الآب بنجد الروح القدس الروح ابنه واضحة أتمنى أنها تكون واضحة أفاس 4 وأصحاح 4 إلى 6 يلنعي جسد واحد وروح واحد كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم روح واحد رب واحد أب واحد كلمنا هنا عن الثلوس كلمنا عن وحدة الآب والابن والروح كلمنا عن أساس وحدتنا كمؤمنين كجسد يسوع المسيح في تيتوس قال لنا ولكن حين ظهر لطف الله مخلصنا ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل ما مقتدر رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا يبقى مخلصنا الله وتجديد الروح القدس ويسوع المسيح ثلوس ويجي واحد يقول لك الثلوس غير موجود في العهد الجديد العهد الجديد لم يعلم عن الثلوس الثلوس عقيدة اخترعها مجمع نقية الثلوس كان اخترع بعض الآباء لكن لأنه هما كانوا أقوياء وسوتهم عالي استطاعوا أنهم يغلبوا المعارضين فصارت العقيدة عقيدة ثلوس هي العقيدة رسمية الكنيسة جبتم منيني الكلام ده جبتم منيني على أي أساس أن من يقول هذه الادعاءات أو الافتراءات هو يجهل ما يعلمه الكتاب المقدس يجهل العهد الجديد يجهل تعليم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح يجهل تعليم بطرس وبولس ويوحن ويعقوب يجهل تعليم كتاب المقدس فعبرانيني يقول ني عبرانيني يقول أن الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وترك كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الله وابنه الذي جعله وارث لكل شيء الذي به أيضا عامل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جواهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته الله والابن النصوص كتيرة العهد الجديد مليان وانا قلت يعني مش هرجع للأناجيل لانه مليان نصوص كثيرة تتحدث عن وحدة الآب بالابن واتحاد الآب بالابن لكن بس عايز أقول لكم أن الكلام اللي بيتقال واللي سمعناه في الفيديو كلام مجرد كلام كلام غير مؤسس على فهم حقيقي للكتال مؤدس وعلى فهم حقيقي لتعليم الرسل وعلى فهم حقيقي لتعليم أباء الكنيسة طيب نتنقل إلى نقطة أخرى نقطة الأخرى هل إيمان أباء الكنيسة عن لهوت المسيح قبل مجمع نقية يختلف عن إيمان الكنيسة بعد مجمع نقية يعني بمعنى هل الأباء الذين أتوا قبل مجمع نقية لم يكونوا يعرفون شيئا عن التجسد وعن الثلوس وعن لهوت المسيح لكن كانت هناك قلة قليلة جدا اخترعت هذه الأفكار ولما جئم أجمع نقية فرضوا هذه الأفكار فصارت هذه الأفكار هي العقيدة الرسمية للكنيسة لكن أباء الكنيسة في مجملهم وفي أغلبيتهم أغلبيتهم لم يكونوا يؤمنون بعقيدة التجسد والفداء ولهوت المسيح والثلوس ولا ولا مجمع نقية أكد ما يؤمن به المؤمنون وما وما بني على تعاليم الرب يسوع وعلى تعاليم الرسل وعلى الحق المعلن في الكتب المقدسة مجمع نقية اجتمع لأجل نقاش نقطة معينة شعرت الكنيسة أن هناك هجوم عليه يعني لو ده النورم أنه الكنيسة لا تؤمن بلهوت المسيح ما كانش فيه احتياج لمجمع نقية لكن لأن الكنيسة بتؤمن بلهوت المسيح ولما بدأ أريوس يعلم عن عدم مساواة الابن في الجوهر مع الآب ده الشاز ده الوضع الشاز هذا الوضع الشاز اضطر الكنيسة إلى أن تجتمع لكي ما تعلم بوضوح أن هذه التعليم خاطئة ده يعني يعني ده الغرض من مجمع نقية عشو كده تلاقي كتير تعليم عن مجمع نقية أنا معرفش بيجيبها منين يعني مرة نتكلم إن شاء الله عن مجمع نقية وقانونية الأسفار يعني كنت باسمع بعض الفيديو مجمع نقية هو الذي أقر الأنجيل الأربعة بايز أما بقية الأنجيل فبعد مجمع نقية بقى حرقوها وحطوا فرامنات والإنسان اللي يبقى معاه إنجيل آخر غير الأربعة نقية كان يحاكم أنا عشو جابوها منين دي جابوها منين مش موجودة ده مش موجودة في كتابات شهود العيان الذين كانوا في مجمع نقية أساسا يعني يعني هناك افتراءات كثيرة متعلقة بمجمع نقية لكن خلينا نجواب على سؤال إيمان أباء الكنيسة عن لهوت المسيح قبل مجمع نقية ماذا كان إيمان أباء الكنيسة عن لهوت المسيح قبل مجمع نقية لكن قبل ما نشوف الجزء ده خلينا ناخد فيديو رقم ثلاثة لأن فيديو رقم ثلاثة هيحاول شوية يقول لنا العقيدة موجودة بس كانت موجودة عند واحد ولا اتنين يعني خلينا نشوف الفيديو رقم ثلاثة ونرجع نعلق عليه بالتالي نحن لا نقول بأن مجمع نقية الذي كان في عام ثلاثمائة خمسة وعشرين ميلادية قام باختراع عقيدة لهوت المسيح أو عقيدة وحدة الجوهر بين الان كويس أنا متفق معاك في الجزء ده نحن لا نقول يعني الكلام ده حقيقي اللي انت بتقوله مصدقه يعني ماشي نكمل معاك ابن والقاب هذه العقيدة كانت موجودة عند البابا أليكسندروس قبل انعقاد المجمع وكانت موجودة عند الشماس أثناسيوس الرسولي قبل انعقاد المجمع من اتنين هو جاب اتنين كانت موجودة عند البابا أليكسندروس وعند الشماس أثناسيوس وهم وهم الاتنين دول بقى السود دول الاتنين دول يعني شكلهم أصحاب عزوة كده وأقوياء هم الاتنين بقى اللي فرضوا العقيدة دي على المجمع هم الاتنين دول اللي اخترعوا العقيدة وفرضوها على المجمع كمل وكان هناك آخرون يعرفون هذه العقيدة وكانوا ينكرونها وكانوا يردون عليها ويقومون بتفنيدي آخرون زي مين الآخرون دول هم كان أريوس وأتباعه وقلنا أنه أريوس دي بدعة دي حاجة شازة ولما الحاجة الشازة تطلع يبقى فيه احتياج لوقفة وده اللي عملوا مجمع نقية هو بيحاول يصور الوضع على أنه العقيدة دي لم تكن عقيدة أساسية واخدين بالكو يعني هو الصورة اللي عايز يرسمها أنه هذا العقيدة لم تكن عقيدة جوهرية أساسية نادى بيها المسيح ونادى بيها تلاميذ المسيح ونادى بيها الرسل الأولين دي عقيدة يعني محل خلاف منذ نشأتها وهي محل خلاف إنما اللي بلورها وأصاغها وأقرها اتنين قادوا كل مجمع نقية في هذا اللي تجاه واخدين الفكرة هو عايز يصور إيه الفكرة اللي عايز يسوقها لنا نكمل خلص طيب طيب نكمل نكمل ردنا ماشي نكمل الرد نشوف القديس أغناطيوس الأنطاقي وده التاريخ مهم على فكرة ليه لأنه التاريخ ده بيقول لي لأنه هو واحد من فيديوهات يقول لك لم تكن قديمة بالقدر الكافي طيب ودينا رحنا للرسول بوليس طيب وهنروح للقديس أغناطيوس الأنطاقي نشوف كان بيقول لي الراجل ده ما الراجل ده من سنة خمسين إلى مية وسبعة عشر يعني نتكلم عن النص الثاني من القرن الأول والنص أول من القرن الثاني يعني سنة خمسين لما تولد كان لسه بوتروس وبوليس ويوحن والتلاميذ أحياء هو مين ده مين أغناطيوس الأنطاقي كان معاصر للرسول يوحن الحبيب واستشهد سنة مية وسبعتاشر ميلادية وبينما هو منتظر تنفيذ حكم الموت كتب سبعة رسائل مهمة سبعة رسائل شجع فيها كنيسة ويعلم فيها كنيسة في الوقت دو كانت البدعة المنتشرة واللي كان الرسول يوحن بيتكلم عنها كانت إنكار تجسد المسيح كويس وعش كده الرسول يوحن فيه رسائله أكد على حقيقة من هو ضد المسيح إلا الذي ينكر أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فالبعض قالك ودي كانت الغنوسية إنه إنكار التجسد وإنكار التجسد هنا إنكار أن يسوع المسيح أخذ جسد كامل مثلنا هو كان عنده شكل للجسد لكنه لم يكن جسدا مثلنا لأنه المادة شر وحاشة للمسيح إنه يأخذ جسد مادي ده كان التفكير وعلى أساس هذا التفكير الغنوسي تم إنكار عقيدة التجسد وهو هذا الرجل في سجنه ومنتظر تنفيذ حكم الإعدام كتب رسائل فيها يعلم عن تجسد المسيح ويعلم عن طبيعة شخص المسيح نشوف كتب أغناطيوس هذه الكلمات سموا أذانكم عندما يتحدث معكم أي شخص عن أن يسوع لم يولد إنكار التجسد يسوع الذي أكل وشرب واتهد واتهد على يد بلاتوس البنتي الذي بالحقيقة صلب ومات حقيقة صلبه وحقيقة موته الذي أيضا قام من بين الأموات عندما أقامه الآن يبقى يبقى بتكلم ضد عقيدة إنكار التجسد بتكلم ضد عقيدة إنكار الصلب وموت المسيح أنه المسيح بدأ عليه أنه متألم لكنه لم يكن تألمه تألم جسدي أيضا القيامة من بين الأموات ولكن إذا كان يسوع المسيح كما زعم الذين بلا إله أي غير المؤمنين لم يتألم إلا في الظاهر يعني بما أنه جسد لم يكن جسدا بشريا مثلنا كويس كان يبدو على إنه جسد لكنه لم يكن جسدا بشريا حقيقيا وبالتالي آلام لم تكن آلاما جسدية حقيقية بل هي آلام في الظاهر فلماذا أنا مغلل بالسلاسل إذا كان المسيح تألم بالظاهر وإنه لم يكن تجسده تجسد كامل طب ليه أنا محدود في إدايا السلاسل ولماذا أطوك إلى موجبهة الوحوش وليه أنا منتظر اللحظة اللي فيها يرمون الوحوش بهذه الحالة يكون موتي بلا سبب يعني إذا أنكرت أن المسيح قد جاء في الجسد وإذا أنكرت أن المسيح قد تألم من أجلنا يبقى أنا أنا ألماتي ديا وما أتحمله من أجل المسيح هو بلا سبب أنا بعمل دا كله أنا أؤمن بأن المسيح قد جاء في الجسد وأؤمن أن المسيح تألم من أجلنا وأؤمن أن المسيح مات وصلب وقام من بين الأموات ولهذا على هذا الرجاء وعلى هذا الإيمان أنا مستعد للموت لكن إذا كان الإيمان دا كله في شينك تجسده لم يكن تجسد حقيقي وألامه لم تكن ألام حقيقية يبقى أنا لو عملت اتقلمت هذه الألام يبقى أنا بلا سبب يبقى أنا تعبي وألامي ومعاناتي باطلة زي ما قال الرسول بولوس لو لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم هنا بيقول نفس الحقيقة لو لم يكن المسيح قد تجسد ولم يكن المسيح قد صلب ومات ولو لم يكن المسيح قد تألم فباطل موتي أنا وألامي نكمل مع أغناطيوس يوجد طبيب واحد هو في الوقت نفسه إنسان وإله لهوت المسيح وتجسد المسيح مولود وغير مولود مولود بالجسد لكنه غير مخلوق الله صار جسدا كلمة صار جسدا من مريم العذراء ومن الله هو يسوع المسيح ربنا وبعدين يجي يقول لي آه العقيدة دي مش موجودة بالقديم يعني بالقدم اللي فيه كفاية عقيدة لوت المسيح تجسد مش موجودة بالقدم الكفاية ما عرفش أرى دي ولا ما عراهاش رجع لتعليم أجناتيوس ولا لا نقرأ تاني حينئذ دمر كل سحر وانقطعت كل علاقة خبيثة وانقشع الجهل وانهدم الملكوت القديم لما صار الله إنسانا لتجديد الحياة الأبدية عندما أتى إلينا شخص الله متجسدا عندما تجسد الكلمة الأزلي والكلمة صار جسدا حينئذ دمر كل سحر وانقطعت كل العلاقات الخبيثة وانقشع وانقشع الجهل وانهدم الملكوت الشيطان القديم ونادى المسيح بملكوت الله هيا ديمش بتتكلم عن التجسد؟ متكلمش عن التجسد؟ متكلمش عن طبيعة المسيح؟ لما صار الله إنسانا بالنسبة له يمكن بيفسرها بطريقة مختلفة نكمل في إيمان واحد بيسوع المسيح يروني هنا عن إيمانه في إيمان واحد بيسوع المسيح الذي من نسل داود حسب الجسد ابن الإنسان وابن الله وكأنه بيرجع إلى رمية واحد أربعة إن يسوع المسيح بحسب الجسد ابن داود لكنه أيضا ابن الله المتجسد المتجسد طيب بيقول لنا إيه تاني؟ بيقول لنا لأن إلهنا يسوع المسيح مرئي الآن أكثر مما كان عند الآب بمعنى أن التجسد جعله معلن عندما أتى متجسدا حضوره وتجسده جعله معروف معلن هو في القديم كان محتجبا لكنه بالتجسد صار عما نقيل الله معنا واضحة واضحة اللي بيقوله الرجل دا بيقول كلام جميل جدا كلام مهم عن شخص يسوع المسيح هو جابه منين مش من دماغه ولا من تخيلاته دا أساسا مؤسس على تعليم الرب يسوع عن نفسه ومؤسس عن تعليم الرسل عن الرب يسوع لأنه كان تلميزا ليحنى الحبيب تلميز الرب يسوع عشو كده لما ييجي يكمل يقول أنا أمجد يسوع المسيح الله الذي جعلكم حكماء لأنني لاحظت أنكم ثابتين في الإيمان غير متزعزعين وكأنكم سمرتم إلى صليب الرب يسوع المسيح سورة جميلة جدا بيحث بيها المؤمنين وبيشجعهم بقول لهم أنا أنا أشكر الرب يسوع المسيح أنا أمجد يسوع المسيح لأنكم كمؤمنين أنتم حكماء لأنني شايف إلى أي مدى ثبتكم في الإيمان وعدم تزعزكم وتزعزعكم وكأنكم سمرتم إلى صليب المسيح بمعنى أنكم مش ممكن حد يغيركم ثابتين غير متزعزعين على أنه إيمان على الإيمان بأن يسوع المسيح هو ابن الله المتجسد على الإيمان بأن الله قد ظهر في الجسد على الإيمان بأن يسوع المسيح قد تألم من أجلنا على الإيمان بأن الله في المسيح يسوع مصالح من العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطياء على إيمان في طبيعة المسيح في طبيعة الله مثلث الأقانيم بالتجسد والفداء واضحة واضحة جدا مش كده يقول لأن إلهنا يسوع المسيح قد حبلت به مريم بحسب تدبير الله فولد من ذري داود ومن الروح القدس الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تزللك بحسب الجسد ابن داود لكنه ابن الله أنتظروا متوقعنا الشخص الذي هو فوق الزمن الأبدي الغير مرئي والذي من أجلنا أصبح مرئيا الذي لا يتألم لكن من أجلنا تألم والذي من أجلنا تحمل كل شيء عندما أخذ جسد مثلنا وصار نائبا لنا تألم من أجلنا دي تعليم قديمة جدا زي ما قلت القديس استشهد سنة 117 كان بيعلم وقت ما كان الرسول يحنى موجود وكان تلميز للرسول يحنى وكان مؤسس على إيمان الرسل وعلى إيمان الكنيسة الأولى لم يأتي بجديد ولم يخترع عقيدة جديدة عقيدة اتحاد الآب بالابن عقيدة طبيعة شخص الرب يسوع عقيدة التجسد عقيدة الصلب والقيامة كل هذه العقائد كانت موجودة عش كده الفيديو اللي جاي بيقولينا فيه ايه العقائد اللي بيتم منقشتها في المجامعة دي عقائد مختلف عليها وهي عقائد لم تكن موجودة لا في تعليم المسيح ولا في تعليم الرسل فخلينا نشوف الفيديو رقم 4 ونرجع نعلق عليه كذا نستطيع أن نقول أن كل العقائد التي تم منقشتها في المجامعة المسكونية كانت محل خلاف بين المسيحيين ولم يكن عليها اتفاق أو اجماع هذه نقطة في غاية الأهمية طب سوائني هنا سوائني ما هو ايه الضرورة لانعقاد مجمع مسكوني عندما يكون هناك شيء بيستدعي هذا يعني يعني ايه الضرورة لانعقاد مجلس الأمن إلا إذا كان فيه قضية معينة فالقضية المعينة هي كانت تعليم خطئة هذه التعليم الخطئة هي الاستثناء لأنه في القاعدة العامة من الكنيسة بتؤمن إيمانا مختلفا عن ما ينادي به المورطقين هناك تهديد كان جاي للكنيسة زي ما في الكنيسة الأولى كان هناك تهديد هل نعود إلى اليهودية ونختتا ونحفظ النموس وبعدين نصير مؤمنين ولا إنسان لا يحتاج للنموس لكنه يحتاج إلى نعمة المسيح دي قضية وجود قضية بتستدعي وجود مجمع لكن ليس معناه أنه المسيحيين أساسا مختلفين على العقائد بتاعتهم منذ نشأة المسيحي المجمع ده تم سنة 365 يعني بعد أكثر من 250 سنة من نشأة المسيحية بمعنى حلول الروح الكدس قولوا حوالي 300 سنة تقريبا من بعد صعود المسيح وحلول الروح الكدس وبداية الكنيسة يعني فترة كان فيها تعليم وكان الرسل بيرده على هذا التعليم لكن هناك أصبح هناك تهديد اضطرت الكنيسة لعقد مجمع مسكوني تطلع به بتوضيح ما نؤمن به ككنيسة لكن ليس معناه أن المسيحيين كانوا بيختلفوا مع بعض وتخنقوا مع بعض وأن هذه العقيدة لم تكن عقيدة واضحة ولم تكن عقيدة مؤسسة أساسا على قاعدة صحيحة من تعليم المسيح ومن تعليم الرسل فكانوا كل الناس بتتخبط في بعض ده اللي هو عايز يوصله بس ده مش الحقيقة كمل وهكذا نكرر أن هذه العقائد لم يتم اختراها في المجامع المسكونية ولكن يجب على المسيحيين إثبات أن هذه العقائد التي كانت واضحة عند البابا أليكزندروس وعند الشماس أثاناسيوس كانت واضحة أيضا عند الآباء الذين جاءوا قبلهم طيب أوكي أوكي وده اللي احنا بنعمله ده الآن أنا وضحت لك سيادتك أنها كانت موجودة عند تعليم الرسول بوليس وموجودة عند الآباء الأولينين أجناسيوس الأنتاكي من سنة 50 إلى 117 ولسه كمل لسه كمل هل عندك استعداد أنك تقبل بقية تعليم الأباء الرسل وتغير فكرك كمل الذين جاءوا قبلهم عند آباء ما قبل نقية فإن وضوح هذه العقائد عند البابا أليكزندروس والشماس أثاناسيوس لا تعني أن هذه العقائد أصيلة وعلم بها المسيح عليه السلام وتلاميذ المسيح عليه السلام لا بودة من يعني البابا أليكزندروس والشماس أثاناسيوس هو العايز يوصلوا إيه اخترعوا هذه العقائد وهذه العقائد التي نادى بيها أليكزندروس وأثاناسيوس لم تكن عقائد أصيلة لم ينادي بيها المسيح ولم ينادي بيها الرسل فقد نبالكم من اللي هو بيقوله وده ده جهل بالعهد الجديد وجهل بتعليم المسيح وجهل بتعليم الرسل وجهل بأباء الكنيسة كم المسيح عليه السلام لابد من إثبات رسولية هذه العقائد بمعنى أن أثاناسيوس وأليكزندروس استلم هذه العقائد من الأباء الذين جاءوا قبلهم وهذا لا يمكن إثباته وهذا لا يمكن إثباته لابد إثبات أن ما نادى بيها أليكزندروس وأثاناسيوس قد استلموه من الأباء الذين كانوا قبله طيب نكمل مع بعض نروح لبوليكارب ده واحد من تلميذ يوحنى الحبيب كان تلميذ حقيقي ليوحنى الحبيب تتلمس بوليكارب على يد رسول يوحنى الحبيب وصار فيما بعد أسقفاً على أزمير اللي هي سمرنا يقولي وده كان سنة كام؟ سنة 69 إلى سنة 155 ما عرفش هل ده من الأباء الأولين ولا لأ يعتبر ده من الأباء الرسل ولا ما يعتبرش ما إحنا بقى نفصل على مزاجنا طب اللي هيقوله دوا هتصدقوا ولا مش هتصدقوا يعني هل هتقبل كلامه ولا مش هتقبل كلامه ولا كمان هتطعن في كلامه على أنه كلامه ده اختراعه يقولي لأن الله أبو ربنا يسوع المسيح ورئيس الكهنة الأزلي بنفسه يسوع المسيح ابن الله يبنيكم في الإيمان والحق الله الله الأب رئيس الكهنة الأزلي ابن الله التعبيرات دي لا تعني لك شيئا ما تعنيش حاجة ما بتشاورش على حاجة ما بتأكدش على وجود عقائد واضحة صريحة مبنية على تعليم المسيح مبنية على تعليم الرسل بالنسبة لي أنا بتقول كده ما عرفش أنت بالنسبة لك بتقولي إذ كان الرب قضى على الأمم من أجل نفوسني يعني الرب يسوع أسلم نفسه ليه سلطان أنا أضعها وليه سلطان أنا أخذها أيضا على الرغم من أنه رب العالم كله ما هو رب العالم كله دي يعني صعب قوي ألا تعني هذا أنه هو الكلمة المتجسد ألا تعني هذا أنه هو الخالق ألا يشير هنا إلى تعليم الرسول يحنى كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ألا تشير هذه إلى تعليم الرسول بوليس أيضا الذي به هو عمل العالمين خلق ما يرى وما لا يرى أنا أقف هنا وأكمل معاكم في الحلقة اللي جاية الليستة الطويلة للأباء الرسوليين الذين نادوا بكل وضوح بعقيدة الثلوس والتجسد ولهوت المسيح كل ما أريد أن أؤكد في هذه الحلقة هو الآتي أن ما قرره مجمع نقية هو الإيمان الذي علمنا إياه الرب يسوع ونادى به الرسل ونادى به أباء الكنيزة ولم يخترع مجمع نقية شيئا ولم يأتي بجديد لكنه أقر ما هو سائد ومعروف خلال 300 سنة من تاريخ الكنيزة وأن التعليم عن لهوت المسيح ليست اختراع الكنيزة لكن ده تعليم الرب يسوع نفسه عن نفسه في الأنجيل والذي أيضا تعلم إياه التلميذ من الرب يسوع ونادوا به وهذا هو الإيمان المسلم للقدسين الإيمان الذي نؤمن به إلى يومنا هذا عن شخص الله الآب الذي له كلمة وله روح عن الكلمة المتجسد الذي تجسد وأتى إلينا عن الكلمة الذي وضع نفسه من أجلنا عن يسوع المسيح ربنا وإلهنا إلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر